بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشخاص المرسلين سيدنا نمين ومحمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين إن شاء الله النهاردة مع بعض هنستكمل محضرة رقم 49 في تصميم المنشآت الخرصانية وإحنا كنا توقفنا المحضرة اللي فاتت إن إحنا كنا بنحسب طول الرباط واتفقنا مع بعض إن طول الرباط لو هو مش متوفر قدامي لو مش متوفر أو ما أقدرش أوفر الطول اللي هو عدد مرات من الفاي على حسب رتبتي الحديد والخرصانة فإحنا بنلجأ إلى التجنيش بتاع الحديد يعني أقدر أعمل جنش الحديد عشان أوفر بالطول المطلوب إن حبينا برضو نبص على الكود المصري وتقريبا شبيه بيه خالص أو نفس الجدول ده موجود فيه الكود البريطاني بيقول أو بيقسم لنا الحديد أو نهايات الحديد على حسب الأطوال المتوفرة وبيقول إن إحنا لو عندنا الطول المتوفر هو اللي دي اللي أنا حسبته من المعادلة دي لو هو متوفر عندي داخل القطاع خلاص أنا هعمله مستقيم وبدون مشاكل أعمله مستقيم وبدون مشاكل وزي ما بصينا على الجدول بتاع الكود المصري قال لي إن هو في الحديد الأملس اللي هو الردب بتاعته من 28 مش الردب 24 على 35 ده مش مسموح فيه إن يكون طول الرباط مستقيم لازم يكون فيه جنش وهم يقدره على الأقل 40 فاي على الأقل 40 فاي إنما إحنا هنحسبه من المعادلة اللي هنا ونقارن به الحدود الدنيا من خلال جدول الكود المصري الحديد الأملس اللي هو 28 على 5 الردب بتاعته 28 على 45 بناخده 50 فاي في الشد بناخده 40 فاي لما يكون فيه جنش يعني لو هو مستقيم بالمنظر اللي قدام حضراتكو ده هناخده 50 فاي لو هو هيبقى فيه جنش أكيد يبقى طول اللي أنا محتاجه أقل فبيبقى 40 فاي وهكذا بالنسبة لي كل الأنواع اللي موجود طيب لو أنا هعمل لو أنا عندي الطول ده مش مطافر لو أنا عندي الطول ده مش مطافر ممكن أعمل الجنش بثلاث أنواع ممكن أعمل الجنش بثلاث أنواع اللي حبينا نتعرف عن المقاسات بتاعة زاوية الدوران أو الطول المستقيم بعد الدوران وهنا برضو جزء الدوران هيبقى دي وجزء المستقيم هيبقى دي وهكذا بالنسبة للثلاث أشكال فإحنا حطين هنا حضراتكم من الكود المصري قلنا إذا كان قطر هذا السيخ هو فاي فإن مقدار هذا الدوران لو أنا هشكل على شكل حرف يو هو دي الدي دي عبارة عن إيه؟ الدي دي بتختلف على حسب ردبة الحديد على حسب ردبة الحديد إذا كنا بنستعمل صلب طري اللي هو 24 على 35 فالدي دي بتساوي أربع مرات قيمة فاي أربع مرات قيمة الفاي ولو أنا عندي الحديد اللي هستعمله حديد أنا هنا حضراتكم الكاتلوج ده نحطه تحته خالص أهو الدي دي بتختلف على حسب قيمة أو نوع الحديد حسب ردبة الحديد اللي أنا بستعمله إذا كنا هنستعمل حديد أملس ردبة 240 على 350 بيبقى عندي دي بتساوي أربعة مرات القطر لو كنا هنستعمل حديد اللي هو هاي تنشيل ستيل وفيه نوعين فيه عندي نوعين فيه عندي اللي هو الردبة 36 على 52 وفيه عندي الردبة اللي هي 40 على 60 36 على 52 الردبة بتاعتها هي نفس الرمز بتاع الفاي لكن بيبقى فيه شرطتين عشان برضو نفرق ما بين اللي هي الفاي وفيها ايه شرطتين اللي هي الفاي وعليها علامة الاي دي هي الحديد اللي ردبته 40 على 60 بناخد الدي بتساوي ست مرات القطر إذا كان القطر محصور ما بين 6 ملي و25 ملي ده في الايه في الهايجرد ستيل بناخده ست مرات القطر بشرط إن القطر بيتراوح من 6 ملي إلى 25 ملي طب إذا زاد عن 25 ملي إذا زاد عن 25 ملي بناخده مقداره 8 فاي بناخد مقداره 8 مرات القطر ده مسمة دي يعني عشان هنا لما بص ألاقي هنا مكتوب دي يبقى دي دي على حسب إيه على حسب ردبة الحديد أشوف قمتها من تحت كام مرة من الفاي هنبص على الجزء العدل فيه بعد الجنش يعني بعد ما بعمل الدوران الجزء العدل لو على شكل حرف يو هو بيساوي الده ده بالنسبة لشكل حرف اليو لو هو حضراتكم عدل لو هو عدل رأسي يعني هنا اللي حضراتكم الجنش بقى على شكل حرف ال على شكل حرف ال بيبقى الجزء الدوران بتاعه هو عبارة عن الفاي زاد دي على اتنين الفاي زاد دي على اتنين الفاي اللي هو قطر السيق معلوم الدي كابتل اللي احنا عملينها دي حضراتكم بناخدها على حسب ردبة الحديد زي ما شرحنا عندي الطول العدل هنا بناخده اتناشر مرة القطر اللي هو فاي لو انا عندي حضراتكم هياخد جزء دوران واخد جزء عدل على زاوية تلاتين درجة على زاوية تلاتين درجة فبيبقى عندي الطول العدل هنا حضراتكم هو سبع مرات هذا القطر سبع مرات هذا القطر فبمعنى اخر اذا كان اذا كان انا عندي جزء دوران وجزء مايل او جزء عدل هبص لقي ان القيم بتاعتي بتبدأ تزيد يعني انا لو عندي الجزء انا هنا لما جيت جنشت عملت جزء دوران عملت جزء افق حلا ان الجزء ده صغير او قصير هنا حضراتكو ابص لقيه بدأ يكبر سن يعني المثل لو طبقنا على الحديد المايل دستيل انا عندي دي فيب اربعة فاي يبقى الحتة دي بقت كام اربعة فاي هنا انما بالنسبة الى هنا بقت كام بقت سبعة فاي طب بالنسبة الى هنا بقت اتناشر فاي يبقى هو ده افضل انواع التجنيش افضل انواع التجنيش طب ان ده الحداد ما عملوش يبقى ناخد الابعاد دي وده الحداد ما عملوش اخد هذه الابعاد الجزء التالت اللي هو تحت انا حضراتكو بعد الاساخ المجدد ده خاص بيه الشبك الملحوم والشبك الملحوم ان شاء الله احنا بنفرد له حلقات خاصة او محاضرات خاصة بيه وهنرجع نلم كل ما يخص الشبك الملحوم لو فيه ناس بتشتغل به كده حضراتكو احنا استعرضنا مع بعض موضوع الجنش يبقى انا حال جاء للجنش اذا ما توفرش الطول اللي هو دي ما توفرش عندي على الطبيعة طيب نفترض ان فيه واحد عنده كاميرا وده بنتعرضه كتير افترض ان انا فيه عندي مثلا كان فيه مشروع كنا بنعمله وانا عندي كاميرا الكاميرا دي هتوصل لي ما بين عمودين البحر ما بين العمودين دول كان 14 متر تقريبا من 60 سنتي سوف كلير كان انا عندي شكل هتعمل كده حضراتكم انا عندي كلير هنا فانا البيم اللي انا كنت اخذها كنت اخذها مثلا نسيب المنظر ده انا بس يعني بس بشكل يعني تقريبا من اخذت حضراتكم انا احتاجت اننا لما طبعا vais سلح منظر زي زي اللي قدامي ده حضراتكو هنا حضرتك هيتعمل مقص طبعا وطبعا الكلام دي احنا نشرح بالتفصيل فيه شرح كيفية تسليح او رص الحديد فيه العناص الانشاء المختلفة والبتاقي اللي انا شرحت الجزء ده وقلنا ليه بنعمل هنا المقص المهمة ان انا عندي فيه الجزء العالي هنا حضراتكو انا ما بعملش مقص انا بمشي كده طب افترضوا ان الطول ده طلع اكبر من نفترض ان هذا الطول طلع معي كبير وطلع ان انا محتاج طول اكبر من الاطول المتوفرة في السوق افترض يعني ان انا عندي اللي كانت 14 متر وانا عندي الطول ده موجود حاجة من الاتنين لو انا عندي منشأ ده مهم جدا منشأ مهم انا بطلب طلبية خاصة من المصلح عايز حديد طول 16 متر عايز حديد طول 18 متر طول 19 متر طول 20 متر 21 متر على حسب الطول اللي انا محتاجه انا بطلب به طلبية من المصلح طب في المنشآت العديد منشآت الصغيرة ما يصحش ان انا هروح اوقف مصنع ويوقف لخط انتاج واقول له والله يدينا انا عايز من له عشرة سياح يعني يبقى الكلام مش لوجيك ومش منطقي. فهنا لازم كان في حل من الحلول ان احنا فيه عندنا طول مطلوب طول مطلوب على الطبيعة والطول اللي انا طلبه على الطبيعة غير متوفر بالسوق. لأطول بتاعة الحديد في السوق كل اتناشر متر. افترض ان انا محتاج طول اكبر. افترض ان انا الصغيرة متوفر بالاش ب tang to the best. افترض ان انا عندي في الموقع وتنفس الشاطر لازم يلمего فضل موقعه يعني. لازم يبقى امركز وما يهضر فيه الحديد. انا عندي اطوال التي وجدت مثلا اه خمسة متر وانا عندي كاميرا انا محتاج فيها طول ستة متر. محتاج طول ستة وتنفس الموقع كتير خمسة. بدل ما castwon أكيد الحديد جديد وابدأ اقطع 6 متر ومهي فضل. لا انا ارض الممكن اخذ الحديد الخمسة متر واعمل تركيب لهذا الحديد عشان اوفي الطول الستة متر فهنا حضراتكو هنبدأ شرح الوصلات بالتركيب الوصلات بالتركيب هيبقى احنا هنحتاجها او بتبقى مطلوبة في حال ما يكون الطول اللي انا محتاجه للتنفيذ على الطبيعة اكبر من الطول المتقفر وبالتالي لازم اعمل تركيبة معينة في شكل الحديد بحيث برضو هذه التركيبة تسمح لي بنقل انا في كل الحالات انا بدور على نقل الاجهادات من الحديد اللي هو يقفل الحديد اللي حيستمر لازم هو دي النقطة وهده المهم ان انا عندي فرص جاية في هذا الحديد انا هوقف في الحديد ده يبقى انا لازم الطول ده يكون كافي لنقل القوة من هنا لهن اتفقنا مع بعض ان احنا خدنا تقريبا او شرحنا قانونين القانون الاولان كان خاص بيه تمسك اللي احنا القانون التاني اللي هو خاص بيه طول الرباط وهم نفس القانونين برضو اللي احنا هنستعملهم في التطبيق على هذه الوصلات وصلات بالنسبة لي وصلات التركيب او تركيب الوصلات على بعضيها اتفقنا ان احنا الشكل العام لنقل الاجهادات بيتم في هذا الشكل وبنقول ان احنا عندنا اما بيحصل تركيز للاجهادات عند نهاية يعني عند السيخ ده عند الـ F S تاعتقوا انها بتساوي صفر انما بيقابلها في السيخ اللي هينقل منه القوة بيقابلها F S بتساوي F Yield يعني بيحصل تركيز في الاجهادات فبالتالي هنا ممكن يحصل كراكس عند نهايات الاسيخ كلام ده ممكن نلاقيه هنا ممكن نلاقيه في نهاية الكاميرا نلاقيه في نهاية الكاميرا لو انا عندي كاميرا زي دي وحضراتكم وانا بسلحها مثلا وانا بسلح الكاميرا طبعا ان الشكل ده يعني انا بعمل شكل تجاوزي عشان ما حدش يعقب انا بارسم بالسرعة كده ويبس فيه حاجات تفاصيل احنا ان شاء الله هناخدها بالقيام بالتفاصيل ونعرف انت نشتغل الكلام ده نفترض ان انا حضراتكم جيت ورحت جاء واخد ده ده زي كانت ليفر هوا كانت ليفر ده جيت قلت لا انا مش عامله حتى واحدة انا حاقد ده الواحدي كده واقطعه معلش الكمبيوتر تقيل شوى عشان نتشغل افترض لحضراتكم ان انا هاقف هنا وحاجة واخد ده حديد نهاية بالمنظر ده كده انا حاقف ده كده وحاقف ده كده برضو هنا دي نهايات دي نهايات هزي النهايات ممكن تعملي كراكس النهايات دي ممكن تعملي كراكس وانا شغال فلازم نضمن وجود او تركيب طول معين بحيث ان الفرس اللي موجودة هنا تبدل تتنقل او بمعنى اخرى جماعة علم الهندسة او تصميم العناصر الانشاء مبنى على نظرية الاتزان نظرية الاتزان سواء كان القوة الخارجية اللي بتأثر عندي لازم اجيب قوة داخلية تساوي القوة الخارجية وده اللي ممكن هو محور شرح الامثلة اللي فاتت كلها تقريبا بالبرنسبلز الاساسية بدون الاحتياج لقوانين فاحنا عندنا برضو هنا لازم احط طول مناسب بحيث ان هو يضمن لي نقل هذه الاجهادات من هذا السيخ الى هذا السيخ طيب احنا لو جينا بنقول اللي هي الوصلات بالتراكيب افترض ان انا عندي حضرتك مثلا في القطاع عندي سبع تمنت سياخ في القاع بتاعي مقبلش يعني انا واحد انا اربعة سياخ هم عندي اربعة سياخ لو انا جيت قلت والله انا حاجة اقفنا هو وجعمل كل وصلات التراكيب فوق بعضيها دي هتبدين انه اضعف شديدة جدا بالنسبة ليه مكان الوصلة فبيوصي القود المصري على ان الوصلات تبقى استجر شوفوا كده حضراتكم الوصلة دي خدتها فين الوصلة التانية خدتها فين الوصلة التالتة خدتها فين انت سؤل وهنا في ايه يبقى كده انا بعمل استجر او بخلي الوصلات بتاعتي ما تقفش على مكان واحد ما جيش على مكان واحد وجاي واخد كل التسليح بتاعي مثلا فترض ان واحد رح جاي قال socket انا ده القطاع ورح تجاي ايه هعمل كل وصلاته كده كلها تحت بعض او كلها في مكان واحد كلها في مكان واحد ده خطأ شديد لو عملنا الوصلات كلها اللي هفترض يعني ده العرض moderator وهي هنا بليم يعني انا قطعت الكاميرا وبصف فيه القاع بتاع الكاميرا واكن زابتي بستلم الحديد وانا وقف على السقف في النجارة وبص في القاع الكامرة. ببص في الاعبةтор الكاميرا اشوف لو انا عامل هنا هنا واصلات ليك assurance지 الواصلات في كلها على خط واحد لازم تبقى استجرة 醇 ما احنا موضحين هنا وهذا تبقى لتعليبات الكود المصري كمان الكود المصري بيقول عند افترض ان Mae مثلا عند انا عايز اعمل الاثنين دول وراء بعض اقتحني يعني اعايز اوصل اتنين وبعد كده اعمل واحد اوصل اتنين وعمل واحد. عند المحور الواحد عند المحور الواحد عدد الوصلات اللي انا بنفسها ما تعديش من خمسة عشرين في المن عدد الحديد. يعني لو انا عندي القطاع ده مسلا نسيه فيه آآ تمن تسياخ. تمن تسياخ يا خيب انا مسموح لي بحدة اقصى اعمل وصلتين بس ليه تمانية على اربعة اعمل وصلتين بس فين ها فيه على محور واحد والووراهم اخد وصلتين تاني والووراهم اخد وصلتين تاني إنما يفضل إن أنا أبعد الوصلات عن بعضيها بهذا الشكل في وصلات التركيب ووصلات التركيب ممكن يكون لها أكتر من نوع وأكتر من شكل بالنسبة لوصلة التركيب ممكن قوي يبقى الحداد هو الشغير رجاء حطيت للسيخ على السيخ ويجي رابطه هنا برباط شديد بسلك الرباط بقى كسف أنا سلك الرباط وكمان بالمناسبة في نقطة مهمة لما يكون عندي وصلة زي دي وصلة زي دي ما كتفيش بس بسلك الرباط لأ أنا برضو لو نفتكت زمان وإحنا بنشرح الكنات المطلوب إن أنا أكسف الكنات في هذه المنطقة يبقى لوجك قوي إن أنا أكسف الكنات في أماكن التركيب أو أماكن الوصلات المنوعة ده أزود عدد الكنات في هذه المنطقة طب هل هنا وصلة التركيب دي وصلة التركيب هل ممكن تتعامل بس على السخين بالمنظر ده افترض إن أنا هعمل السخين بعض عن بعض مسموح لك تعمل السخين برضو بعض عن بعض تبقى ليه الكود المصري إنما إداء كونديشن وإداءك إشتراطات قال إن المسافة من محور السيخ لمحور السيخ من محور السيخ ده المحور السيخ ده بتساوي اللي دي ليه طول الوصلة طول الوصلة على خمسة يعني خمسة طول الوصلة ومتى تجاوسي الخمستاشر سنتي يبقى أنا عندي ممكن أوصل السخين أوصل السخين يأما يكونوا متلامسين مع بعض بالمنظر ده وفي هذه الحالة أوفر الطول اللي هو اسمه إيه اللي دي بالكامل أوفر الطول اللي هو اسمه اللي دي بالكامل زي ما حسبناه المحاضر للفات وإما إن أنا أخلي السيخ الحديد ده يبعد عن سيخ الحديد ده مسموح لي بس لازم يكون المسافة ما بين محوري الحديد بيساوي يأما خمسة طول الوصلة أو خمستاشر سنتي أيهما أقل يبقى أنا عرفت كده وصلات التركيب ممكن أحطهم بالتلوش ممكن أحطهم بعاد عن بعض تبقى للقود المصر وتبقى للكونديشن اللي هو المسافة ما بين محوري الحديد نبدأ نخش فيه جزئية أخرى برضو خاصة بالتركيب وهي التركيب باستخدام اللحام أو التركيب باستخدام الوصلات الميكانيكية لو اتكلمنا على اللحام نفترض إن إحنا عندنا فيه أسياخ زي كده حضرتك أو فيه عند سيخ هذا السيخ معرض إلى قوة شد محوري قوة شد طبعا إحنا اتفقنا إن القوة التي تؤثر على السيخ أو القوة المتولدة داخل كل سيخ بتختلف إذا كان بيؤثر مومنت إذا كان بيؤثر قوة ضغط إذا كان بيؤثر قوة شد بيفضل إذا كان الحديد أو القوة الداخلية ناتجة عن تأثير قوة شد لا تفضل الوصلات بالتركيب اللي أنا عملها دي ما تفضلش لما يكون القوة المؤثرة على الحديد هي قوة شد لأن القوة الشد يا جماعة من المفترض إنها بتأثر على كامل طول السيخ بتأصلي على كامل إنما لما بيجي نتكلم عن قوة الضغط الوضع بيبقى مختلف لأنها تبقى سيفتي وأكتر أمان دي بتناسبني في وجود قوة الضغط طب لو تواجدة قوة الشد تواجدة قوة الشد هنا هستعمل الوصلة تكون بيه اللحام أو الوصلة الميكانيكية بس وصلة اللحام أو الوصلة الميكانيكية لازم أراعي إن نوع الحديد اللي أنا بستعمله نوع الحديد اللي أنا بستعمله وإذا كان حديد مشكل على البارد لازم أعمل معالجة للمخ اللي أنا هلحم فيه لازم أعمل معالجة للمخ أنا أفترض إن أنا هركب السيخين دول على بعض وهركبهم لحام نتيجة إن الفرص اللي جاي لنا فرص شد أو قوة شد يبقى أنا هلحم المنطقة اللي هنا ما ينفعش يكون ده حديد معالج على البارد وأجي ألحم دي لازم الأول أعمل معالجة للسطح اللي أنا هلحمه لازم أعمل معالجة لهذا السطح اللي أنا هبدأ ألحم فيه ممكن بدل اللحام أستعمل الوصلات الميكانيكية ودي حنشرح مع بعض بالتفصيل بإذن الله إنما ننوم على إن وصلة اللحام يعني بيبقى اللحام من النوع فيه اللحام الكهربائي فقط هو اللي مصرح به بالنسبة لي لحام الحديد برضو عشان أنواع اللحام بتختلف من مكان لآخر إنما بيفضل إن تكون وصلة اللحام هو اللحام الكهربائي تبقى لكود المصري نبدأ نتكلم بالتفصيل عن الوصلات بالتركيب باستخدام اللحام أو باستخدام الوصلات الميكانيكية برضو كان فيه شرط تاني إحنا كده تكلمنا عن لو إن فينا فيه قوة شاد بتأثر على السيخ فضلنا أو قلنا بلاش نعمل وصلة التركيب دي برضو هنا الأقطار يا جماعة لو زادت يعني ممكن نستعمل من القطر خمسة وعشرين ميلي مثلا خمسة وعشرين ميلي أنا يعني بصراحة مش متذكر الكود المصري تذكر فيها إيه إنما هو يعني القطر ده إنزاد عن خمسة وعشرين ميلي أو اتنين وثلاثين ميلي على ما أذكر القطر ده إنزاد عن اتنين وثلاثين ميلي يفضل فيه وصلات اللحام ما يفضلش فيه الوصلات بالتركيب أو الوصلة اللي حضراتكم شايفة نتكلم على وصلة اللحام والوصلة الميكانيكية بسم الله الرحمن الرحيم أنا هنا أعمل لكم برضو رسومات تخص وصلات اللحام وتخص وصلات التركيب دي اللي هي وصلات اللحام الحمد لله موجودة وقالي وصلات التركيب قطة الحمد لله موجودة نبدأ نشرح وصلات الميكانيكية اللي ممكن بدل ما نركب الحديد على بعضيه إحنا أخذنا كده حالتين ممكن نركب الحديد على بعضيه ممكن أبعد الحديد عن بعضيه وعرفنا الكونديشن الاشتراطات قلنا إن دي ما تفضلش إذا كان عندي هنا فيه قوة حالتين إذا كان عندي هنا في قوة شدة بتأصل على السيخ وإذا كان القطر المستعمل أكبر من اتنين وتلاتين ميلي وسمحوني لو كان في القدر مصر خمسة عشرين ميلي هي خمسة عشرين ياتنين وتلاتين مش متذكر الرقم بالظبط أو القطر اللي يفضل معها عدم استغماء استخدام وصلات التركيب بس هو تسعين في المية اتنين وتلاتين ميلي نبدأ على النوع الثاني وهي الوصلات المعدنية الوصلات المعدنية إحنا بنجد منها نوعين أو بنجد منها شكلين الشكل الأول بالنسبة لهذه الوصلات وهن إحنا بنستعمل فيها جلبة جلبة من الصلب جلبة من الصلب زي بالظبط كده يعني لو نقولها زي السمولة زي السمولة كده بالظبط يعني بس إحنا طبعا هنا جلبة لها مواصفات خاصة وبيكون مواصفات الحديد المستخدم في تصنيع الجلبة نفس مواصفات حديد اللي إيه حديد التسليح فبنحط جلبة وبنبدأ نعمل قلوز في السيخ الحديد اللي جاي من هنا واللي جاي من هنا واللي اتنين بنركبهم على إيه على بعض بهذا الشكل بيبقى أنا عندي طول الجلبة اللي أنا بس أو طول السمولة اللي بستعملها هنا حضراتكم بتساوي الطول اللي هو اللي دي اللي إحنا كنا بنشرحها المحاضرة اللي فاتت اللي هو طول التمسوق المطلوب في عندي نوع آخر من الواصلات الميكانيكية وهي أن أنا بستعمل جلب هذه الجلب بنردغطها على المحيط الخارجي للسخيني يعني بيبقى أنا عندي السيخ جاي من هنا هو سيخ جاي من هنا أنا بحط الألواح دي وبتضغطها ودي بتتضغط بمكابس خاصة على المحيط الخارجي لنهايات الأسياح وديت بتنقلي إلي إجهدات من السيخ ده للسيخ ده عن طريق الاحتكاك ما بين السطح الداخلي للجلبة وسيخ الحديد اللي موجود وإن كان هنعمل جلبة زي دي أو زي دي المفروض إن إحنا منستعملهم شي إلا بعد عمل تجارب معملية علشان نشوف مدى كفاءة هذه الجلبة في نقل الأحمال المتولدة داخل الأسياح يعني إحنا مش بناخد أرقامه خلاص لأ في حالات خاصة لازم أعمل عليها تشيك أب في المعمل واشوف الاختبالات المعملية بمعرفة المهانس الاستشار المختص علشان يقدر يحكم لي على هذه الجلبة حالينفع استعمالها في الطبيعة أو لأ طبقا للتجارب المعملية اللي بتتعمل اتفقنا إن الجلب سواء كان من هذا النوع أو من هذا النوع لازم تكون من نفس نوع الصلب المستخدم والمفترض كمان إن إحنا عندنا الجلب دي بيبقى الإجهاب بتاعها بيزيد عن كمان إجهاد صلب الحديد المستعمل يعني لو أنا عندي صلب الحديد ده إجهاده سي إكس أنا بأخد الجلبة دي بيبقى مقاومتها أو إجهادها يمكن مرة وربع قيمة هذا الإجهاد كده ده اللي هو الوصلات الميكانيكية وبرضه بالنسبة للوصلات الميكانيكية بالزبط زي وصلات التركيب مش مسموح فيها إن إحنا نعمل الوصل على محور واحد لازم الوصلات تبقى استجر ولازم يكون عدد الأسياخ اللي بيعمل لها تركيب في هذا القطاع بيساوي تقريبا لا تزيد عن 25% من أريا إس هالعة هذا القطاع يعني لو أنا عندي هنا 32 سنتي يبقى أنا حشتغل على 25% من 32 سنتي يعني 8 سنتي فقط يبقى 8 سنتي متر مربع يبقى أنا عندي مثلا سيحة أخد سخين هم دول هعملهم الوصلات بعديها بطول أعمل الوصلات أمشي استجر علشان أقدر أشتغل عشان أفادي تركيز الإجهادات والإنهيار اللي ممكن يحصل في هذه المناطق بالنسبة لي الوصلات الميكانيكية الوصلات الميكانيكية لا تستخدم في الأقطار الأقل من 20 ملي ما تستخدمش في الأقطار الأقل من 20 ملي بالنسبة لي اللحام برضو علشان نقول مواصفاته عموما أهو أدي اللحام هنا حضراتكو لو متقلنا عشان بس نتخيل هذا الشكل اللي معمول بالأخضر ده اللي عليه مجموعة مستلطة هو ده اللحام يعني الجزء الأغضر ده اللي أنا أعمله من هنا هو اللي هنا هو ده اللحام اللي أنا أغاده من هنا واخده من فوق عندي السيخ اللي هو اللون الماجنة ده هو ده القطر السيخ الرئيسي اللي هو اسمه في 1 عند في 2 فوقه في 2 تحت دي حضراتكو دي وصلات إحنا استعملناها علشان نقدر نوصل بيها الحديد وفي 2 تقريبا بتبقى نصف في 1 وقادي شكل اللحام الجانبي شكل اللحام أهو اللي هو بيبقى في الجنب ده اللي هو أنا مديله فيه لو أنا بصيت في هذا الاتجاه هيبقى ده طولي هو اللي أنا مديله رمز المستطلات الصغيرة بالنسبة لي اللحام لو أنا أفترض أن أنا عايز ألحم وألحم جنب سيفي جنش أنا عامل جنش وهأعمل لحام برضو لو أنا عامل جنش وأعمل لحام دايما اللحام بيبدأ على بعد لا يقل عن 10 سنط من الجنش يعني لو حضراتكم بصينا على أي حاجة كده جنش زي كده لما أنا هستعمل هنا لحام في الوصلة دي يبقى أنا ببدأ اللحام على بعد 10 سنط منين من بداية الدوران وبرضو فيه اللحام ما نلحمش أكتر من 25% من مساحة الحديد يفضل توزيع الحديد برضو استجر زي ما اتفقنا مع بعض واللحام اللي بستخدم في هذه الأنواع هو اللحام الكهربائي ده اللي احنا بنستخدمه في الوصلات كده احنا تعرضنا لي آآ وصلات التركيب عرفنا منها تلات أنواع آدي نوع اللي هو التركيب دي عندي وصلات باستخدام اللحام وفي عند الوصلات الميكانيكية وتقريبا قلنا شروط آآ قلنا الشروط اللي هي بتجمع ما بين الوصلة التركيب العادية اللي هي بنعمل فيها أوفرلاب أو في الويلد أو في الميكانيكس آآ سلايس آآ عندنا في جزء مهم اللي هو خاص به إن أنا مثلا عندي قطاع اللي هو موضوع العدد الأسيخ المجمع يعني ممكن أستعمل سيخين أكلهم قطر واحد والاتنين مع بعض وفي عند جروب ممكن أعمل تلات أكتار مع بعض إن شاء الله الكلام ده هنشرحه في المحاضرة اللي اللي جاية وأتمنى من الله عز وجل إن إحنا نهتم نهتم اهتمام شديد بأطوال الرباط سواء كان تماسك الانحناء أو طول الرباط المطلوب لضمان نقل الإجهادات المتولدة داخل حديد التسليح من سيخ إلى سيخ أو من السيخ إلى الخرصانة المجاورة نبقى حطين هذه الأمور في عيننا وإحنا بن 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 نرسم الديتيلز بتاعة العناصر الإنشائية المختلفة نحاول كده نشوف نستعرض بعض المنتدى أنا متذكر إن كانت في أسئلة كانت في أسئلة جات على المنتدى بس أنا بأمنا مش متذكر هل هي في في تصميم الإنشاءات أو في دورة الأساسات فبرضو نبص بص سريع إن شاء الله عليها ما ليش أنا أسف النت عندي بطيء يعني حتى المحاضرات متسجلة وبتحمل لسه ما ليش هاتزهوا معي شوية في في النت عشان يعني هو والله في صعوبة عندي أنا بموضوع الرافق وبياخد وقت يمكن خمس ساعات أو ست ساعات في المرة الواحدة عشان يقدر يرفع ملف يعني عشان كده أنا بأضطر أحيانا لتقطيع الملفات فتساكني طب عموما يعني عشان أنا برضو إيه ما استهلكش وقت من حضراتكم آآ إن شاء الله هنطلع على آآ 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 الأسئلة بإذن الله وأبقى مجهزة بحيس إن أنا في بداية المحاضرة الجاية أي سؤال إن شاء الله مطروح أنا هحاول آآ آآ أجاوب عليه في الأول وبعد كده إن شاء الله نبدأ نكمل آآ سلسلة المحاضرات بفضل الله عز وجل وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا